خمسة أشهر إلا قليل مضت من عمر مجلس القيادة الرئاسي المنوط به الخروج من عهد هادي أو سنوات العجز لكنه عاد إلى مرحلة يفترض أنها حسمت قبل تشكيله أو أنه شكل بموجبها وهي مرحلة التوافق والذهاب بالبلاد نحو مرحلة الحسم لكن الواقع أن المجلس بات يواجه تحديات بنيوية تكاد تعصف به وبدلا من حالة التوافق ظهرت الخلافات والمشاريع المختلفة وبدى كل طرف يتصرف بشكل منفرد ولحساب أهدافه الخاصة بدءا من شبوه مرورا بأبيان بينما تؤشر البوصلة الآن شرقا نحو حضر موت والمهرة وهنا ربما تأخذ الحسابات أبعادا مختلفة تتعلق بالإقليم وبالرياض بالذات المحاصرة بمعادلة صعبة طرفها مشروعان إقليميان هدفهما البعيد والنهائي إطباق الحصار على المملكة وعلى ما يبدو فإن هذه المفارقة ربما تحرك الملف اليمني لدى الرياض وتنقل النقاشات حوله إلى مستويات عليا تنعكس على الأرض بتحركات أكثر فاعلية تقول المعلومات إن الرياضة باتت تناقش فعليا ومع شخصيات سياسية بارزة أخطار مشروع الانفصال تلك المعلومات معززة بعتب استقر في ذهن رئيس مجلس القيادة من الخطوات الأحادية التي أقدم عليها رئيس المجلس الانتقالي عضو مجلس القيادة واللافت أن تلك التحركات الأخيرة والتي دشنت من أبيان جاءت بعد زيارة للعليم إلى أبو ظبي وعلى ما يبدو أنها تحمل رسائل كثيرة أبرزها نحن من نملك الفاعلية والسيطرة على الأرض واستنادا إلى ما قيل وعلى ما يدور في الأروقة المغلقة فالمجلس الذي جئ به كحل يبدو أن طريقة تشكيله لم تكن المثلأ وأنه تدريجيا يذهب ليصبح جزءا من تعقيد المشهد اليمني المعقد أصلا